بسم الله الحمد لله وثناء لله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجماعين وبعد جماعة الخير جزاكم الله خيرا حضوركينا وناكسا دلين رضا ترسميسا جزاكم الله خيرا سيد وناكسا صبر كبادنا موجيسين ووقت قديري أها رنتي دياقر وكجرتين إذنك معلمين تينبا إلايه سبحانه وتعالى هذنك آبال مريو وحا نوجوغ لبجاج أما دادك امتحانات عروتك قادلها لبدا دادك امتحام كقادل دون إن شاء الله ماها معلمين ابن تيمية وحكا ديغو أما داد انفولفنت كله المهوح برشدوذي وحياله هس أيها إن شاء الله قيمة دون عروت تايدوذي وحب رشدوذي ترتن كان رنتي وحا أوفرني مجالاذ قف الآن أما در جميع القوت فاوزي وحما رت juicy المعلان يوماتي بانفسق لهم يمازمون بشكل جرا جدا ن것 سيد من النبي لو owningه وحا أمتاح حاول جدا this is the end of that آمن أنك افتحمن سترى أول مرين ينبت أن يصلنا إلى الأرض وقال إن شاء الله أول مرين سنذهب المحروري بوضع المفرح ووضع المسجدهم بإمتاحannه ويسرى قوم بأطفال وراء من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لبو ولا كذابا جزا من ربك عضاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة سفى لا يتكلمون كلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا حسبك ما شاء الله بارك الله فيك زبير حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك ماشاء الله ذبير 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 ردينة عبد السلام ردينة عبد السلام فليتفضل مشكورا أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها أفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة القبرة يوم يتذكر الإنسان ما أسعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من ضع وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك ماشاء الله كنت جميعا حفظيس كادوا فيعيني أغطت تجويتك أستطيع أن تستطيع أن تسمع شغمان شاوي أو خليل الحسري عبدالله شريف عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم عمّ يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم تباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا حسبك عبد الله ما شاء الله إن شاء الله الثاني هو عمر شريف عمر شريف بارك الله فيك حسبك عبد الله حسبك عبد الله ما شاء الله إن your first question is from from surah al-hajr surah al-hajr okay in from ayah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا يقولون ربنا اغفل لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ضلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا فيقرا محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بارك الله فيك الله بارك فيك الله بارك فيك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك محمد 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 فليتفضل مشكورا بدأت سورة المجادلة قد سمع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحار رقما إن الله سميعا بصير والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفول نافور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستضع فإضعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله حسن حنيفة عبدي حنيفة عبدي بارك الله فيك والأولئة الثالثة هنا في سورة محمد من الآية إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاةِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمليه واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتغون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم تغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عصر مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومن ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك وقالوا لذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم بارك الله فيك بارك الله فيك ماشاء الله بارك الله فيك إن شاء الله the next person is عائشة حسن عائشة حسن فلا تفضل مشكورة عائشة your first question is from surah al-hujurat آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعدا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم حسبك بارك الله فيك حفظ عبدي حفظ عبدي حفظ عبدي هل أنت مستعد؟ مشاء الله أولاً أولاً سؤالك من سورة سورة الأحقاف من آية وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَطَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدًّا وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ حَسْبُك بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ وَإِنْ شَالَاً دَسِئِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ سَعِيدُ مُونَ إن شَالَا إن شَالَا مَا أَنْتَمِشَةَ كُوَا كَنْدُونَ سُمَعَ